تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمين مكرس طيع خادم أتعلم الحب تصدور يسوع الكلمات أنمو بالحكمات والنعمات أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيد المسيح الميذ الميذ وأعيش للمسيح الميذ أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة بعنوان صمعة الله في القديم ضاع الله شعب إسرائيل أن يخرجوا من أرض مصر وأن يكونوا مملكة كهنة وأمة مقدسة لكن الشعب فشل بشكل مأساوي في دعوته فبدلا من تمجيد اسمه وعباد الشخص ومتح سمعته نجسوا اسم الله القدوس وتحولوا إلى عبادة الأصنام وصنعوا عجلا من زهب وسجدوا له وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل وعلى مر التاريخ أهانوا اسم الله قال عنهم النبي الشعياء اسمعي آياتها السماوات وإصغي آياتها الأرض لأن الرب يتكلم ربيت بنينا ونشأتهم أما هم فعصوا عليها الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرفه شعبي لا يفهم في هذا اللقاء سنستعرض مع الدكتور نبيل جبور كيف فشل شعب إسرائيل في طاعة الله وكيف تدخل الله لإنقاذ سمعته في العهد القديم دكتور نبيل أهلا بك معنا في هذا اللقاء ألف كتاب ثورة النعمة حتى هو يرد على الأسئلة دي لكن لأنه ما يعرفش اللغة الإنجليزية أيوضا عن ذلك عم نقرأ من كتابه وكأنه هو يجيب على الأسئلة اللي عم نطرحه السؤال الأول كيف أساء شعب الله في القديم لإسم الله وسمعته؟ فشل الشعب القديم بشكل مأساوي في دعوتهم فبدلا من تمجيد اسمه وعبادة شخصه ومدح سمعته وسلطانه فعلوا العكس تماما فأعلن الله إدانته لهم من خلال النبي حسقيال نجسوا اسمه القدوس إن الكلمة العبرية المترجمة نجسة تعني اعتبار الله كأنه لا شيء أو كأنه شيء عادي لقد جعلوا سمعة الله للأرض عادية ولا قيمة لها لم يكن هناك أي شيء في سلوكهم يرفع اسم إلههم على أسماء الآلهة الوثنية العديدة في عصرهم فمن المؤكد أنهم أقروا بأنه الإله الحقيقي الوحيد لكن لم يوجد في أسلوب حياتهم ما يتطلب أخذ هذه الأقوال على محمل الجد ويمكن أيضا ترجمة هذه العبارة العبرية نجسة إلى جرح سمعة الله فعندما جرح شعب الله في القديم حيبط الله فاسمه أهين بسببهم بين الأمم أنا أريد أن أرى الكليب السجول قدامي كيف وصف الله شعب القديم من خلال النبي حسقيال؟ تكلب الله مرة أخرى من خلال نبي حسقيال سكبت غضبي عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض وبأصنامهم نقسوها تحسقيال ستة وثلاثين ثمانتاشر لقد كانت أرضهم ملطخة بالوثنية وبسفك الدماء لقد انتهكوا وصيتين من أعظم وصايا الله لشعبه أن يحبوا الله من كل القلب وأن يحبوا القريبة كأنفسهم لقد كان هذا انتهاكا صارخا كيف تماد شعب الله في الخطيئ عوضا عن منح الله ثقتهم وحبهم الكاملين لقى إسرائيل الأصنام الأمم التي من حولهم وبذلك أرسلوا رسالة صارخة إلى كل من حولهم الله ليس جديرا بالثقة بما فيه الكفاية أو قويا بما يكفي لكي نؤسس حياتنا عليه هو لا يتدخل وهو ببساطة لا يستطيع أن يقوم بدوره كإله بالإضافة إلى عبادة الأوثان عاش شعب الله في أنانية وذاتية وتقوقع حول أنفسهم فبغضوا من حولهم وازدادت كراهيتهم إلى حد سفك الدماء فعوضا أن يظهروا الله للأمم الذين حولهم أصبحوا وكأنهم مقبارة له فحياتهم لم تقدم أي دليل مقنع على أن الله الذي شق البحر الأحمر لا يزال حيا لقد أصبحت أرض إسرائيل مثل جدار جميل مرسوم عليه رسومات قبيعة تطلق رسالتين رئيسيتين لا يمكنكم الوثوق بالله والناس لا قيمة لهم أجاب المؤلف دويت إدواردس على هذا السؤال بقوله توجد مسؤوليتان رئيسيتان الأولى هي أن نحيا بطريقة تعلن بوضوح أنه لا يوجد سوى إله واحد يستحق الثقة الثقة الراسقة والعبادة من كل القلب ويدعو الكتاب المقدس هذا بالإيمان والمسؤولية الثانية هي أن نحب ونعتني بعضنا البعض بشكل يذهل غير المؤمنين يدعو الكتاب المقدس هذا بالمحبة هذا المزيق هو ما يظهر الله بشكل واضح أمام العالم أي اعتمادنا الكلي على إله غير مرئي وبالإضافة إلى ذلك محبتنا غير العادية للآخرين وخاصة للمؤمنين هذا ما يسميه الرسول بولوس الإيمان العامل في المحبة غلاطية 5-6 إذا كان ده اللي عملوا إسرائيل إنهم نجسوا الأرض هل إحنا كمان ممكن ننجس الأرض في هذه الأيام ولوهينا الله أيوة يمكننا نحن أيضا أن ننجس الأرض فعندما نسمح للآلهة الأخرى المال أو المهنة أو تقدير الآخرين أو الإنجازات أو الممتلكات أو المواقع الإباحية أو أي شيء آخر ونظن بأنها ستلبي احتياجاتنا فإننا نعلن لكل من حولنا إن الله لا يكفي وعندما نعامل بعضنا بعضا بلا مبالات أو بازدراء وتصبح حياتنا النموسية أكثر أهمية من محبتنا لإقوتنا القديسين النتيجة هي كارثة إنما تصبح الكنيسة كنادي أكثر من كونها عائلة فإننا نعلن للعالم من حولنا إن الناس لا قيمة لهم إيه أكبر إساءة تحدث عندما نسقط في الخطيئة؟ إن مأساة خطيئتنا وفضاعتها ليست بالدرجة الأولى في الدمار الذي تسببه لحياتنا بل في الإساءة التي تسببها لاسم الله ولسمعته فعندما يخطئ المؤمن سواء عن طريق المتعة الرخيصة أو عن طريق النموسية الباردة فإن أسوأ نتيجة هي أن مقد الله يكون محجوبا في تلك اللحظة واسمه يوان فعندما يبطل سلوكنا اعترافنا بعظمة الله وعندما تفشل حياتنا في إظهار وجود قوة القيامة فإننا ننجس اسم الله كيف تحنن الله على اسمه وسمعته ومجده في العهل الأديم؟ أجاب المؤلف على السؤال بالكلام الذي يلي عندما تهم الله إسرائيل في سفر حسقيال بتنجيس اسمه وتجنيس الأرض أكد الله اهتمامه باسمه القدوس فتحننت على اسمي القدوس حسقيال ستة وتلاتين واحد وعشرين والكلمة العبرية هنا تعني أشفق على أو تعاطف مع نجد نفس الكلمة مستخدمة عندما وجدت ابنة فرعون الطفل موسى يطفو في سلة في نهر النيل فرفقت له خروق اتنين فالتحنن دفعها لإنقاذ الثفل عندما رأى الله أن اسمه مجروح في إسرائيل تحرقت مشاعره بعمر لإنقاذ اسمه من مزيد من الإساءات عمليا كيف أنقذ الله اسمه وسمعته أجاب المؤلف على هذا السؤال بالكلام الذي يلي في نفس الصح من سفر النبي حسقيال صلت الله الضوء على وعده باتفاقية جديدة إذ قال وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم إلى أرضكم وآرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنام أصنامكم أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائطي وتحفظون أحكامي وتعملون بها قال الله على لسان النبي حسقيال ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل بل لأجل اسمي القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم فإنما دفع الله إلى التدخل لم يكن إنقاذ شعبه بل إنقاذ اسمه يعني الكلام ده موجود في سفر حسقيال في العهد الأديم لكن نبوة عن ما سيفعله المسيح مع شعبه في العهد الجديد وإحنا أحيانا كتيرا مش بننتبه الموجود في أرمية 31 أو حسقيال 36 إن ده نبوة عن العهد الجديد إزاي الله يركز على سمكده وسمعته إن شغف الله المسيطر وشاغله الأسمة وأولوياته التي لا تتزعزع هي عظمة وبهاء من هو قد يتم ازدراء اسم الذي لا مثيل له من قبل المتكبرين وتمصه من قبل أولئك الذين يحرفونه وقد يتململ منه الحمق ولكن عاجلا أو آجلا سيأتي الله لإنقاذ اسمه وهذا الإنقاذ سوف ينجح سمويل إذا ممكن أقول حاجة هنا أنا البعزيني وأتكون ظروف أحداث الحياة صعبة جدا إن كانت في غزة أو في أماكن أخرى بالعالم أو ظروفنا الحياتية اليومية ما يعزيني هو التفكير بأنه بفليبي اتنين ستجث كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله التاريخ التاريخ تاريخ الكتابي تاريخ أهداف الله ستتحقق كلها ماشية في هذا الاتجاه حيث كل ركبة ستجث أمام المسيح كيف يمكننا أن نطيقن أن الله سيحقق أهدافه في عالمنا المحطة إن الله لا يأمل أو يتمنى أن نمنحه حقه في يوم من العيام إنه يضمن ذلك من خلال السعي وتوجيه كل التاريخ نحو ذلك اليوم الذي فيه سباقة نفسي أنا هنا أو سباقة المؤلف هأرجع إن الله لا يأمل أو يتمنى أن نمنحه حقه في يوم من الأيام إنه يضمن ذلك من خلال السعي وتوجيه كل التاريخ نحو ذلك اليوم الذي فيه تكثو باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان يعني بكل لغة موجودة على الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الأب في لب اتنين ففي توقيته الخاص وبواسطة وسائله الخاصة سيستمر في رفع اسمه عاليا فوق كل الشعوب والأمم ليكون له المجد اللامتناهي الذي لسمه وحده إن الله الآب يحصد مجده من بين الأمم من خلال انتشار إنجيله وعبادة شعبه وشهادته من المؤكد أن النصر لمجد الله لن تحدث بالكامل إلى أن يعود المسيح إلى أرضنا وبينما ننتظر عودته فنحن جزء من مجتمع هدفه الأساسي هو المشاركة مع الله في مسيرته نحو رؤية اسمه معظما بحق يعني من كلام حضرتك إن التاريخ بيسير في اتجاه حتى يصل إلى مجد الله في المسيح هل الكلام عن مجد الله بيزعجني أو بيزعج المشاهدين إيه تعليق حضرتك هذا لا يعني أن الناس لا قيمة لهم بنظر الله فلقد خلقنا وأتى إلينا وأعطانا كل ما نحتاج إليه حتى أن المسيح مات من أجلنا يشأل الكتاب المقدس بأكمله عن الحقيقة العجيبة لمحباته لنا نحن مهمون جدا لله لكننا لسنا أكثر أهمية من مجده وسمعاته فلنعيد الجملة نحن مهمون جدا لله لكننا لسنا أكثر أهمية من مجده وسمعاته فإن لم يكن الله هو المركز حيث كل شيء يدور حوله فلن يكون مستحقا أن يكون إله الجملة دي بمنته الأهمية الشيخ سموين إن لم يكن الله هو المركز حيث كل شيء يدور حوله فلن يكون مستحقا أن يكون إله ممكن تشرحها من حياتك الشخصية أو اختبارات عملية عشان الموضوع ده صعب نفهمه بطريقة واضحة يعني أنا بشوف مثلا مش بحياتي لكن المثل اللي قرناه سابقا أن الأرض بدول تحت الشمس حول الشمس طيب هل الشمس معناها متكبرة لأكونها مركز المجموعة الشمسية بالأكس دي طبيعتها أن تكون هي المركز إن لم تكن هي المركز الأرض ضاعت وإن لم يكن الله هو مركز المراكز وحياتنا حمدور حواليه نحن حمضيع مجدو هو في مركزياته لأنه هو المركز يستحق أن يتمجد ما عرفش أنت بتحب تزيد حاجات أنا بشوف أن الله هو الحياة يعني من ضمن الحاجات المسيح أظهرها في العاد الجديد أن الله نفسه هو الحياة وحتى شخص المسيح لما كتب عنه في إنجيل يحن الأصحي الأول قال به كانت الحياة والحياة كانت نور الناس لو أنا بتعدت عن مصدر الحياة أنا بموت فإذا مركزية الله هو أن أنا أرطبت به وأثبت فيه حتى تستمر حياتي باستمرارية رائعة الله هو الحياة ذاته لو أنا ابتعدت عن مصدر الحياة هموت هو ده الموت الحقيقي هو الانفصال أو البعد عن الله ويجب أن يكون الله هو مركز حياتي في كل أمور حياتي في كل يوم من حياتي أنا محتاج يكون الله مركز حياتي طح تمام سؤالي الأخير لحضرتك ما هي استفادتنا كبشر عندما نركز على مقد الله المؤلف معجب بسي أس لويس واقتبس مرات عديدة أحد اقتباساته موجود هنا كتب المؤلف كان سي أس لويس محقا عندما قال نضع الأشياء الأولى أولا فنحصل على الأشياء الثانية نضع الأشياء الثانية أولا فنفقد كلا من الأشياء الأولى والثانية عندما نستغل الله بعلاقة تجارية فإننا سنفقد كل شيء وعندما نعتبره المصلح العظيم لحياتنا فإن حياتنا لن تفشل فقط في تركيزها على مجده بل سنفشل أيضا في اختبار التغيير والشبع بالمعنى الأعمق والأغنى عندما نركز أنظارنا على روعة الله يصبح مجده أولويتنا ونجد طمعا يبهج أرواحنا بالإضافة إلى أننا سنختبر نووا مستمرا في حياتنا أتذكر الكلام دا بذكرني بالمقطع اللي بيقول أنه الإعازر كان عيان أوي ومريم ومارثة أرسل رسالة للمسيح أرجوك تجي بسرعة لأنه صديقك الإعازر عيان عيان جدا المسيح بس وصلت له الرسالة قرر يبقى بالمكان اللي هو فيه في شرق الأردن شرق نهر الأردن أو شرق البحر الميت يومين زيادة وبعدين قال لتلاميز لنروح لنزور ألي عازر ومريم ومارثة بالوقت اللي وصل كان ألي عازر مات من أربع أيام وابتدى يعفن جسمه بقى المسيح ليه أخذ المجازة فادية مع مريم ومارثة كان واثق من إيمانه كان عارف أن مش هيكفره لو تأخر لو ديه بسرعة كان اختبره كالشافي للأمراض لكن بتأخر وسمح لهم أنه يكون الوسيلة لأعلن من خلالها أنه هو القيامة والحياة ما عرفش إذا في وقت أذكر حاجة بسرعة كده مرة صار عنا فيضان بالبيت وكان الوضع صعب جدا والعمال اللي كانوا عم يغيروا كل حاجة ويصلحوا السقف اللي تحت تحت المكتب بتاعي هنا وكان الوقت صعب والعمال مرات يقو مرات ما يقوش لقيت نفسي مرات عم صلي يا رب أرجوك أنه دول يكملوا العمل حتى نخلص من الوضع اللي نحن به بعدين نغير صلاتي قالت يا رب قد راحتك معايا يا رب قد راحتك استخدم الوقت ده لمكدك لو تأخر العمل المهم لي مش انت تعيش لي بصراحة محتاجين عمليا لتعلم هذا الدرس المفيد بأن صمعة الله أو مجد الله هو أولوية مطلقة لكل إنسان مؤمن حقيقي بالمسيح مش احنا نستغل الله لكن فعلا نعرف مكانة الله في حياتنا أنه مصدر كل خير لنا ونرتبط به ونمجده ونعظمه ونسجد له في كل وقت لأنه هو مستحق شكرا لكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس طير خادم أتعلم الحب تصدور يسوع الكلمات أنمو بالحكمات والنعم أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيدي المسيح الميذ الميذ وأعيش للمسيح الميذ المتوضع